يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20 سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وستري جامعا بكم اليوم بمقطع جديد من سلسلة تحديات الفوتدرافت أنا في هذا المقطع تحدي فوتدرافت نادي ريال مدريد ضد نادي باريسان جيرما المباراة المرتقبة لدرجة غير طبيعية بقياب دور المجموعات يعني من دوري أبطال أوروبا فريال مدريد لازم يفوز مشان يحاول يعني يتصدر المجموع تقريبا فريقا لأنه ضبناني تأهل بس الصراع الكبير هو عصدار فتحدينا اليوم رح نختار اللاعبين من الاندييت ريال مدريد ونادي أيضا باريسان جيرما فلا تنسوا اللايك بالبداية واشتركوا بالقناة إذا ما اشتركتوا بيهمني جدا أنكم تطعطوا على اللايك واشتركوا إن شاء الله بنحسن نوصل 15 الفلايك بدعمكن خلونا ندخل الآن ونشوف التشكيلات اللي عنا بسم الله يا رب طيب 4,2,3,1 بدي امشي خطط فيها أجنحة لأنه بريال مدريد مليان أجنحة وأيضا نفس الكلام بباريسان جيرما بس ما في غير خطط بدي خطة كان فيها LWRW بس يلا نشوف البداية الايكونات عادي بس هلين شو او ماي جود 3 ايكون بالبداية والله شي فخم الأفضلا هو لوس فيغو مع أنه كومان كمان ممتاز ST طيب يلا بنزيما كفاني آآ مبابي أوه كفاني حلو لا معلش يا كفاني والله عندي مبابي عندي مبابي يا كفاني طيب أول لعبة بيجينا من البي اس جيل كام بركي إيسكو إيسكو خمس رودريغيز بطيء جدا بس أنه أوكي هذا لاعب من ريال مدريد ولاعب من باريس ماركينيوس تياغو سيلفا راموس بارون يا سلام ثلث اختيارات من البطاقات العادية كل لون من الاندية حلوين جدا يا رب آآ أوكي رح أخذ هاد بما أنه جنسية إسباني شوفوا أنا أكتر حدا بيهمني يعني هلا طلع لي مبابي لسه بيهمني نيمار بيهمني هازر يعني إذا بيجي حدا من لون أوكي هون ما في حدا يساعد رح أخذ روديغير الأفضل يعني كملي حبيبي يا رب أوكي ما في لامريال أوه لا لا في من باريس الجرمان كيف ما انتبهت لديمارية طيب ممكن أن ينزلوا خلي على احتياط سيدي أم يورو بكاسيميرو أو هذا إدريسي جاي أو شي حدا ممتاز حلوين حلوين ماشي لدرافت ماشي 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 سيدي أم اليسار يلا كاسيميرو هون بقى أوكي عندي كانتي أنا عندي روديغير فشي جدا حلو إنه طلع لي كانتي هات كانتي يا حبيبي الالبي هلا ما رسل له مسلا مندي ما في ولا من أي نادي من الاثنين في دوري إنجليزي مثلا في روبرتسون يعني بيشبك معهم بس بشكل عام بدي حدا يساعد رح أخذ البلد أنه ما اللي ضمناني طلع لي زهيري سار جيد روبرتسون أنا التشكيل هي دوري فرنسي يا دوري ألماني أو دوري فرنسي أو إسباني عفوا جرت بيل لازم أخذ بيل لازم أخذه مو على كيفي لازم أني أخذه طيب الالم يورب آه ما في حدا طيب في حدا دوري إنجليزي في في ليمار جيد ها على فكرة ليمار جدا جدا حلو بيكونوا كومان يبقى نفس الكلام بس لا ليمار أحسن بيشبك مع علبة يا رب بدي حدا عندي فرن يعني إذا بيجيني راموس رح بيكون شي أسطوري أو تيغو سيلفا دانيلو ما في حدا ممتاز صح ولا كلهم سيئين خد ديماركوس بمشي الحال يلا نيمار نيمار أرجوكم نيمار ريولا آه ريولا يا حبيبي طيب حلو حارس بيشبك أخضر على الأقل وأيضم ريال مدريد صح بسم الله تيغو سيلفا ومارسلو تيغو سيلفا ومارسلو والله يشوف الاثنين يعني ممتازين ها الاثنين ممتازين بس رح أخذ تيغو سيلفا لسبب هو إنه برزيلي يعني وبنفس الوقت أنا محتاج قلب دفاع تمام فنزله حاليا هون وشوف بسم الله خلا ما أندم أني مخترت مارسلو بس يلا أوكي آه ما في حدا جيد عندي أر بي دوري إسباني في عندي آه خلينا نجيب آه نحن دوري فرنسي زجه اليمين واو يا غبي واو ركزت شوي ربيو كان بباريسن جرمان بس حاليا لا عندك توريرا كله بيمدح فيه لا بأس لا بأس هذا من دوري الفرنسي بيشبك مع مبابي أخضر إذا عبنا بالكام وستة وثمانين التناغم صار تساتر حارس يا رب آيكون فاندرسار مثلا أوكي آيكون فاندرسار وآيكون شمايكل ماشي بناخد الآوة حلوة تشكيلة تناغمة جدا جدا ممتاز بدي هازارد أو نيمار يعني أوه مايغاد خذ أي أحد كويس ما طلع اللي لعب فضي من ريال مدريد أو باريسن جرمان هازارد أوه مايغاد كريستيانو طيب يلا يلا ما في مشكلة هازارد بيطلع لي أهم شي طيب عندي مبابي نجم من باريس الأول وهازارد نجم من ريال مدريد الأول يارب شي حدا هون يساعد نوتشو فرنانديز يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام خلينا نجيبه حاليا هون وباران يا حبيبي وينك يا باران نزل هون تسعة وتسعين الكيميستري صار عم بدي ألبي فرنسي مشان مبابي بس يلا هاد والله حراس فخمين يا جماعة الخير طبعا عادي اني لعب الحارس لأيكون ينصح انه عندي أريولا بس عندي آيكون بايدر اني لعبه عادي حاليا والله تشكيلي فخمي ما توقعت يجي هالعدد من اللاعبين خلينا نقدر لعبهم مع بعض من الأساسين والاحتياط تمام فعنا بالأساسين عنا فاران عنا ناتشو هدول اللاعبين عنا إدريس الجاي ثلاثة وامبابي أربعة وعنا على الاحتياط أريولا خمسة وتياجو سلفا ستة ودي مريا سبعة وخمس رودريغز ثمانية وبيل تسعة وهازرد عشر اللازم عدل ونزل أكبر عدد ممكن من لعبة الفريقين وبعدها رح أرجع لكم طيب يا جماعة هاي التشكيلة النهائية نزلت أكبر عدد ممكن من عناصر الفريقين بداية المباراة بنزل هزرد واحتمال نزل خمس رودريغز أيضا فهزرد أكيد جناح يسار وخمس بمركز الكام وعندي فيجو وعندي بيل ما ليعرفون شو بدي سايفيون لأنه بصراحة تشكيلة تملت على الآخر فخلينا ناخد مدرب نقول دوري إسباني أو دوري فرنسي طيب لو أجه زيدان كان ساعد فعلا طيب أنا أخد طام باريس وضد ريال مدريد فخلينا نشوف تشكيلة اللي ضدنا طبعا أوه بالبداية يا أخي يا الله يا الله لو أنه جاني كان ممتاز وعنده فندايك طبعا إذا أنا فزت فغالبا أنه باريسنجر ما رح يفوز بالمباراة إذا أنا خسرت فباريسنجر ما رح يخسر وهيك عتبروه تمام خلينا ننطلق على المباراة تعديلات بسيطة بالبداية هزرد رح خلي بالكام قررت أني خليه بالكام أحسن مما أني يحطه جناح تمام وبنزل قرث بيل على الجناح اليسار قريبا هيك ممتاز صح أنه عندي خمس رودريغز بس ما رح نزله محور تمام لأنه عندي محاول ممتازين إذا حبيت أني نزله ممكن يطلع دي ماريا أو بيل أو مبابي وغالبا هذا الشيء ما رح يصير والله ما نخسر إن شاء الله والله أنا يخايف من المباراة بس يلا يا أخي بسرعة ترك الدنيا كله وراح لعبانا للبعيد يلا 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 لا 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 فيه تأخير غير طبيعي شوف شوف يا حبيبي بدل بس يا السلام على التمرير والله رح نعاني بهالمباراة حتى القوائم مظاهرة للي عرفان قديش صارت دقيقة ولا اللاعب لي مع الكرة يلا بابي يو 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 هي بالضيع يا مبابي هي هي بالضيع معلش يعني قول قديش كانت حلوة لو تسجلت فيه لاقيا الله شكري ونطفعي لحظة نايس جدا ضغط عالي جدا في الأمار في ما أنا عم بعرف دافع والله لاغي يا جماعة عم بدل اللاعب لله عم يبدل لولا عم يعمل شي بس عم رايح تحط القول يستعيد الكرة بتدخل سليم أنا عجبني أنه تياجو سلفا حط فيزيكا على ميسي أو ميسي عفوا حط فيزيكا على تياجو سلفا ما هيك ما أنا عم بعرف أعطارك هلوي يا هازارد يا هازارد قبل شوين بابي ضيع فرصة ما بتضيع وهازارد هلأ عمل نفس اللي عمله آآ بابي أو ماي جود والله هدي خيم أنا أقزق أخصم بالله العظيم لو لا لا حتى كانت النتيجة اثنين واحد لي لازم كل ما عطا ترجع طيب لازم كل ما عطا ترجع والله كريه الوضع هي هازارد أرجوك ساوي شي بحياتك أرجوك ساوي شي لا تضل هيك ما لك عم تعمل شي طوال المباراة رح طلع دي ماريو نزل فيه قول طالما عايقون فعادي ننزله في الله نشوف إذا الوضع رحي فرق ولا لا كيليان مبابي تحرك جيد في الثلث الهجومي يلا أخيرا وأخيرا وأخيرا قول صدخية ستضل لشبع اليوم بابي خطير بس بده مين يلعب له بلصات حلوة بس هذا كل اللي طالبه مبابي يا أخي حكم يطبق مرضعي تحت الفرصة والكرة تستمر في الملعب ممكن تعادل براكو التصديم الحرب آه ما بدي أرفع عكم كمرة أنه ألغي الرفعات يا مجنون يا مجنون يا جارث بيل يا مجنون يا جارث بيل وأول ركنية بسجلة يمكن من زمان ما سجلت ركنيات هذا أدريسة غي والله لما بيجي ضدي خرافي ليش هلأ صار سيئ مع أنه الطاقة بتقول غير هيك بس أخي بسرعة بسرعة أرجوكم نلعبوا بسرعة بس يلا 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 في جه كيف تسلل الاثنين على نفس الخطة أنا آه ماي جاد على الكذب يعني صح أنه داكلش كذب بس مو هيك كيليان بابي سون هيونغ دقل الكرة إلى بابي بابي مستحيل تعمل ما فيه شي هاي رفاعي بطيق ما في غير باران هو السريع وجوردي ألبم منبيهن أصلا بالمباراة كيليان بابي والله في وقت في وقت في وقت أمقلكم دفاع فرانك والله كان في قطاع يا الله يا راحت المباراة راحت يا حبيبي بسرعة خلونا نطلع بهجمي أرجوكم جي جي يلا مو مشكلة الخسارة بصراحة ما منفروض نخسر بس دفاعي كان جدا سيء ما في غير فارون هو الوحيد الجيد الباقي كلهم سيء خلال نشوف تقييمات هل صنع مثلا أو سجل أو عمل شيء والله ما بعرف مع أنه كان سيء طوال المباراة ادريسا قيل نجم المباراة غريب جدا ما عملتكم هو ما يعني شوفوا ما في لعب عنده تقييمه فوق التسعة فطالما أنا خسرت فغالبا أنه باريسن جرماني يوم ممكن أنه يخسر اكتبوا لي توقعاته النتيجة تحت لتعليقات يمكنني دعونا وصلنا حتى درماغ تعلقاته تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة إذا ما اشتركوا بدا نوصل 15 ألف لايك فبس هذا اللي كان عندي اليوم بأمان الله اشتركوا في القناة